ان كنت فاكرني هجا اقول لك كلام حلو عن The Sandman يبقى انت موهوم يا جماعة القرف اللي احنا شفنا ده اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم ستريم والنهاردة هنستريم مسلسل نازل عن نتفلكس اسمه The Sandman وواضح جدا من الكلام عليه على السوشيال ميديا ان هو معتمد على كوميكس او رسوم خاصة به وقصص مصورة خاصة به وفيه ناس مبهورة جدا بهذا الكوميكس او هذا الحاجة المصورة دي لكن قبل نسبة لي الموضوع ده كان يعني في قمة الشمال الشمال زي ما انتم كده شفتوا في العنوان مسلسل كل همه انه ازاي مشيك شمال القصة تبدو من البداية ان هي قصة منظمة ومنمقة وفيه بناء درامي للشخصيات والاحداث انا مش حافظ اسامي ناس ومش عايز اعرف اساميهم اصلا ولا عايز اعرف مين دول ولا بيعملوا ايه في حياتهم يعني لك انا ليه هميني اصلا هو المسلسل ده كان المفروض يقدم لي ايه ومقدمهوش فيه هنا بايا هنا انا اصلا انا كنت متحمس جدا للمسلسل ده وكنت شايف ان هو عنده بوتنشل يكون مسلسل بيقدم نوع مختلف من السحر والشعوازة لكن الموضوع اخدنا في سكة اخرى سكة شمال انا حتى كمان للامانة مش عارف هو المسلسل ده كم حلقة لكن انا شفت الحالة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسطوب السابعة بقى يعني وصلت لحد نصها وما كملتش لقيت نفسي كده فيه نوع من انواع القرف فيه قرف بيحصل في المشاهد والحاجات المتصورة وبتتقدم حاجة كده صراحة كده ايه بيقولك احنا هو انتو عارفين انا بتكلم عن مين هكيد طبعا يعني كل الشخصيات يمكن مفيش بس جرسان ديماني الراجل اللي هو بتاع الاحلام ده ملك الاحلام هو الوحيد للراجل سليم السليم هو الست اللي هي اللي معاه التانية المنظرة دي دول اللي وحيدين السلام في الليلة كلها للامانة عشان برضو نكون واضحين وصراحين احنا بنتكلم على مسلسل المفروض انه معتمد على كتب واي حاجة معتمد على قصص وروايات بيكون لها بعد درامي مختلف شوية عن اي عمل بيكون بناءه من سيناريو وحوار فقط وانا للامانة مشيت من الحلقة الاولى والتانية والتالتة والربعة والخمسة كان تسلسل طبيعي وتصاعد درامي ممتاز انت بتسعى وراء الراجل اللي هو ملك الحلم ده علشان يوصل لحاجة هو عايز يحققها خلال رحلته في المسلسل لكن بنوصل للحلقة الستة بدأت اشوف حاجات غريبة اي نعمل الحلقة الستة كانت حلقة قوية في الحلقة اللي كان فيها الستة اللي كانت ماشية بتصطاد الارواح وبيموت ويعني وكان بترمي ان هي ديت احد مش عايز اتكلم طبعا لكن الحلقة دي كانت حلقة صادمة ودي كانت بالنسبة لي اقوى حلقة في المسلسل الحلقة الستة بقى يعني شمال بقى انا يمكن المسلسل ده فكرني بلوسيفر لوسيفر ده كنت عملت له حلقة هنا في القناة ايام ما كان اسمها الفيلم تيفي احنا دلوقتي اسمينا فيلم ستريم وقصة تحويل الاسم دوت قصة يطول شرحها انا قلته قبل كده يعني في حلقة فاتت مش فكر انا حلقة اقعدوا دوروا انتوا بقى عيشوا المهم ان المسلسل ده ده لوسيفر او لوسيفر او الشيطان المهم ان المسلسل ده كان مسلسل يعني خزعبالي جدا وكان بيصور الشيطان ازا ملك وانه هو راجل طيب كده وكيوت وجاي ايه يحقق العدالة وبيحب واحدة بشرية عادي جدا المهم مش هندخل في القصة ديت لكن المسلسل ده لهو دي ساندي مان فكرني بلوسيفر لانه هو نوعا ما فيه تشابه في الفكر والمعتقدات اللي بيحاولوا يضخوها في عقول المشاهدين طبعا فيه ناس فهمة وعقلة ووعية وبتعرف تفرق ما بين الصح والغلط لكن المشكلة في الجيل اللي طالع الجيل اللي هو بالنسبة له كل حاجة عادي ليه لقى ما فيها ايه لما نجرب فليه لقى لما نجرب ديت هم دول بقى اللي هياخدوهم للشمال في الشمال فنخلي بقى لنا يا جماعة دول كلمتين كده حبيت اقولهم على مسلسل ذا ساند مان هذا المسلسل الرملي المليء بالرمال قصته بصراحة حلوة فكرته جميلة يعني مختلفة وانا بالنسبة لي ما حبيتش ان اقرأ الرواية او القصة الاصلية للمسلسل ده لكن حبيت اتفرج على المسلسل وافهمه واعرف تفاصيله ماشي ازاي ومن اول لحظة ومن اول تريلر نزل للمسلسل وانا كان عندي حماسة ان انا اتفرج عليه وصراحة شفت جرافيك رائع فيجوال افكتس جميل ممتع قصة متربطة في الجزء الاول من المسلسل لكن الجزء الاخر الى الهاوية ده ما يمنعش ان الشمال كان بدء من الاول لكن ما كانش واضح كده يعني اللي هو ايه؟ لا مش مشاهد صريحة كده ليه؟ 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 طبعا انا شايف واحد من اللي بيتفرجه دلوقتي دماغه هتلعب شمال وهيروح يتفرج على المسلسل فانصحك بلاش بلاش انا قلتلك بس انا كده خلصت وانا حاس ان اديت المسلسل ده اكتر من وقته فكفاة كده طبعا ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشيروا سبسكراب واتفعلوا الجرد عشان جيلكم كل جديد في فيلم ستريم واتمنى اعرف رأيكم في الكومنتز لو اتفرجتوا على المسلسل ده ايه رأيكم فيه وايه الاحداث اللي بتدور حواليه ولو انتوا قرأتوا البوك الاساسي بتاع المسلسل ده ياريتوا قلولي ايه قصته لان بصراحة الموضوع بالنسبة لي كان مستفز جدا فاتمنى تسيبوا قراءكم فيه التعليقات طبعا تاني ما تنسوش اعملوا لايك وشيروا سبسكراب واتفعلوا الجرس عشان جيركم كل جديد في فيلم ستريم اشوفكم على خير اشتركوا في القناة